نستكمل سوياً موضوع الفئات والنقطة اللي هنتكلم عليها الوقت هي بعض الفئات الشهيرة اللي ممكن تقابلنا وأنا بشتغل في الدوال أول فئة مشهورة هي فئة الأعداد الطبيعية وهي برمز لها بالرمز N وخدناها قبل كده إن هي عبارة عن ال-N هي فئة أعترق واحد واثنين وثلاثة وأنا ماشي إلى مال نهاية فئة الأعداد الصحيحة هي عبارة عن ثلاث أجزاء هي عبارة عن الصفر وبعدين واحد واثنين وثلاثة إلى مال نهاية اللي أنا بسميها فئة الأعداد الصحيحة المجابة وعلى الطرف الآخر سلب واحد وسلب اثنين إلى سلب مال نهاية اللي هي فئة الأعداد الصحيحة السلبة الأعداد القياسية هي اللي أقدر أكتبها في صورة A على B بحيث إن ال-A وال-B أعداد صحيحة إذا كانت مجابة أو سلبة الشرط الثاني إن المقام بتاعك اللي هو ال-B لا يساوي الصفر الأعداد الحقيقية هي الأعداد القياسية واتحاد الأعداد غير القياسية وبرمز لها بالرمز Q ستار لو لاحظت إن ال-N هي الأعداد الطبيعة 1-2-3 أزود عليها صفة اللي هي الأعداد الصحيحة السالبة والصفر دي نزد إذن ال-N سبسط من الزد الزد سبسط من ال-Q ال-Q سبسط من مين من ال-R واللي هي مين هي ال-R لإني هشتغل في موضوع الدوال على دائما فئات حقيقية وبالتالي اهتمامي بالأعداد الحقيقية يخليني أمثلها في خط إيه هو الخط ده بقى؟ هو خط ممتد في الاتجاهين إلى مال نهاية ناحية اليمين وإلى مال سالب مال نهاية ناحية اليسار والمنتصف هو نقطة X تساوي 0 ويتم تمثيل جميع الأعداد الحقيقية المجابة على يمين الصفر والسالبة على يسار الصفر وده الشكل بتاعي هنا الخط ده ممتد إلى مال نهاية ومن اليسار ممتد إلى سالب مال نهاية هنا الأعداد الحقيقية المجابة على يمين الصفر هنا الأعداد الحقيقية السالبة على يسار الصفر لو بصينا في الفترة العليمين هلاقي فيها أعداد صحيحة مجابة على اليسار أعداد صحيحة سالبة بين أي أعدادين صحيحين ممكن ألاقي الكثير من الأعداد الكسرية وأيضاً الأعداد غير الكسرية